بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة اليوم نعيش مع النصيحة الخامسة في سلسلة أهم ثلاثين نصيحة للبدء بحفظ القرآن أيها الأحبة أصعب شيء في حفظ القرآن هو أن تتخذ قرار حفظ القرآن اتخاذ القرار أيها الأحبة كلنا يتردد كلنا يسوف يقول غدا 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 حتى يأتيه الموت بغتة فيقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا ولكن للأسف لا ينفع الندم إذن أخي الحبيب منذ هذه اللحظة ابدأ معنا بحفظ هذا الكتاب العظيم ولن تندم طبعا لأن فوائد حفظ القرآن أولا ستقوي لغتك العربية ستقوي قدرتك على التواصل ستقوي ذاكرتك وقدرتك على الاستعاب لأن حفظ القرآن القرآن موسوعة أيها الأحبة فيه علوم الفلك فيه آيات طبية آيات تعالج الأمراض النفسية فيه آيات تتحدث عن التاريخ آيات تتحدث عن يوم القيامة عن الموت عن الجنة عن النار عن علوم الأرض عن الطبيعة عن المخلوقات موسوعة كبيرة جدا أيها الأحبة كل كتب الكون لا تعدل ولا جزء من هذا القرآن لذلك أحبة في الله يجب أن تعتبر أن أهم شيء في حياتك الآن هو حفظ القرآن أهم من أي شيء آخر كل الأشياء الأخرى سيبارك الله فيها وسييسرها ببركة حفظ القرآن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقص مال من صدقة يعني مهما تصدقت من هذا المال لن ينقص بل سيزيد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة كلما أنفقت أكثر يزيد المال أكثر ولكن كيف يطرح الله فيه البركة يبعد عنك الشر يهيئ لك رزقا من حيث لا تحتسب طيب بالنسبة للقرآن أنا لدي وقت محدود أنا أقول لك أخي الحبيب مهما أنفقت من وقتك على حفظ القرآن صدقني سيبارك الله بالوقت وستجد أن لديك وقت فراغ كبير حتى لو أعطيت كل وقتك للقرآن ستنجح أكثر في دراستك لماذا؟ لأن حفظ القرآن سيعطي قدر على استيعاب المعلومات خمسين ضعف أكثر من السابق حفظك للقرآن سيعلمك أساليب لعلاج مشاكلك للصبر للتوكل على الله لحل المشاكل اليومية بسرعة أكبر ستوفر الوقت إذن حفظ القرآن يوفر الوقت أهم أساس في إدارة الوقت ما يسمى بإدارة الوقت أن تحفظ هذا القرآن لتوفر الكثير من المشاكل يعني مثال على ذلك أيها الأحبة الله عندما يقول لك وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لو طبقت هذه الآية ونهيت النفس عن الحب والعشق والمسلسلات والكلام الفارغ وما تهواه نفسك من موسيقى من رحلات من كذا أشياء يهواها الإنسان تضيع وقتك فيها لا فائدة منها سوى المتعة عندما تنهى النفس عن الهوى كم ستوفر من الوقت إذن أنت الآن طبقت آية واحدة نصف وقتك سيوفر ما بالك إذا طبقت آيات القرآن كاملة ستجد وفرة في الوقت وهذا أنا ما أجده شخصيا أيها الأحبة هناك الحقيقة يعني صعوبة كبيرة جدا أن القرآن له أسلوب مميز ويختلف عن أساليب البشر هذا يعني وهم وهم صعوبة حفظ القرآن أنا أسميه وهم لماذا؟ لأننا الآن نتكلم باللغة العامية الركيكة لا نتحدث اللغة العربية الفصحى لا نفقه أسلوب القرآن أسلوب القرآن أيها الأحبة أسلوب بسيط، مميز، مختصر كل كلمة في مكانها لا يوجد حشو، لا يوجد كلمات زائدة لا تستطيع أن تستبدل كلمة بكلمة أخرى سيختل المعنى هذا القرآن له أسلوب فعندما تأتي لتحفظ القرآن لأول مرة ستجد صعوبة كبيرة وهذه صعوبة وهمية أنا أسميها ليست حقيقية لماذا؟ لأنها ستزول بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من بداية حفظ القرآن عندما تكرر الاستماع للقرآن كل يوم بخاصة طوال الليل وأنت نائم خلال النهار وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت في السيارة وأنت في العمل دائما اجعل القرآن رفيقك استمع إليه هذا الأمر ما الذي سيغير في حياتك أخي الحبيب؟ سيوفر وقتا كبيرا لديك سيقوي قدرتك على التواصل مع الآخرين فهمك للأشياء وبالتالي ستستوعب أسلوب القرآن بعد فترة كما قلت ثلاثة إلى أربعة أشهر ستشعر أن القرآن سهل بالفعل سهل يعني أنا عندما أقرأ القرآن أقول لكم تجربتي الخاصة استمتع بالاستماع للقرآن أو بقراءة القرآن أكثر بكثير من أي حديث آخر الله تعالى يقول فبأي حديث بعده يؤمنون حديث القرآن هو الله قال عن نفسه ومن أصدق من الله حديثا يعني حديث القرآن هو أصدق وأفضل وأعذب حديث يمكن أن تستمع إليه وبالتالي أنت ينبغي أن تصنع نقلة أو قفزة من الحياة التي تعيشها اللغة الركيكة العامية التي تتحدث بها إلى لغة أهل الجنة يجب أن تقوم بهذه القفزة الآن لا تنتظر الموت لا تنتظر حتى يأتي الموت كيف تمتلك لغة عربية واضحة سهلة مبسطة تساعدك على استيعاب الآخرين وعلى إيصال أفكارك للآخرين وعلى حياة مطمئنة أكثر من خلال حفظ القرآن إذن مجرد أنت جاوزت أول مرحلة حتى تألف أسلوب القرآن ستجد أن الدماغ سيصبح مهيئا أكثر لحفظ القرآن الدماغ يجد صعوبة في الانسجام مع أسلوب القرآن الجديد بالنسبة لك لأنك تعودت على اللغة الركيكة حشوت دماغك بكلام البشر الفارغ متابعة نشرات الأخبار المقاطع الكوميدية الأغاني الكذا كل كلام فارغ صدقوني أحبة في الله هل تملأ كتابك الذي ستقف أمام الله يوم القيامة تملأه بكلام فارغ يعني أنا أعجب من هؤلاء الناس الذين يضيعون وقتهم وكلامهم وجهدهم في أشياء تافها لا تضرهم ولا تنفعهم أمام الله يوم القيامة أنت أمامك يوم فاصل إما عذاب مقيم وإما جنة دائمة خالدين فيها أبدا هذا اليوم سيحدده كتابك كل الكلام الذي استمعت إليه أو لفظته أو فكرت فيه هو يكتب الآن سيعرض ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا طيب أنا معقول أفتح كتابي أجد فيه اللهو والأغاني والأحاديث اليومية التافية التي نتداولها والأسعار المواد ارتفعت ونزلت ومثلا الهموم اليومية وأنسى الهم الكبير المرور على الصراط والوقوف أمام الله سبحانه وتعالى إذن أخي الحبيب ينبغي أن تتمثل هذه الآية الكريمة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى انتبهوا أيها الأحبة الذي يعرض عن الذكر ليس هم الكفار فقط هناك من المسلمين أو من يعني اسمه مسلم اسمه مسلم ولكنه لا يقول لا إله إلا الله ربما في عمره مرة لا يتذكر أن يصلي ركعتين لله هو ليس بمسلم طبعا ولكن يعتبر مسلما هكذا بالهوية فأنت عندما تبدأ بتكرار الاستماع للقرآن والتدبر القرآن والخشوع أن تخشع مع كل آية بمجرد أن تبدأ بالاستماع إلى القرآن والتفكير في كل آية تسمعها وتحاول أن تفهم معاني هذه الآية ما الذي يحدث أيها الأحبة ماذا سيحدث إذا طبقت هذه القاعدة تكرار الاستماع عددا كبيرا من المرات سوف تجد أن دماغك سيتفاعل ويصبح أسهل عمل بالنسبة لك هو حفظ القرآن سبحان الله والله أيها الأحبة أقول لكم عن تجربة أبسط كتاب أنا أستمتع به وأقرأه هو القرآن الكريم أنا أقول لكم الآن أي كتاب آخر حتى القصص القصيرة أشعر أنها معقدة القرآن كتاب بين سماه الله تعالى سماه كتاب مبين كتاب واضح فيه تبيان لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء إذن هذا القرآن العظيم أن يوجد بيني وبينه حاجز هذا الذي يقف حاجزا بيننا وبين القرآن هو أننا المشكلة فينا ليست في القرآن المشكلة فينا أننا لم نألف لغة القرآن القوية لم نألف اللغة التي تساعدك على اختصار لغتك نحن نتحدث كثيرا أيها الأحبة ونعلم أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ما تتحدثه سيلقي بك في نار جهنم إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله هذا تحذير نبوي إياك أن تتحدث بغير القرآن أو غير ذكر الله حاول أن تملأ كتابك الذي ستقرأه وستكون حسيبا على نفسك أنت من سيحاسب نفسك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أنت تحاسب نفسك وتقرر إذن كم ستفرح عندما ترى أن كتابك مليء بكلام الله بالكلام النافع بالدعوة إلى الله بنفع الآخرين دعوتهم إلى الحق إبلاغ رسالة الله الله تعالى يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا لذلك أيها الأحبة والله لا يوجد جهاد أفضل وأعظم وأكبر في هذا العصر من جهاد القرآن أن تبدأ بحفظ القرآن عن طريق الاستماع إن شاء الله خلال هذه السلسلة سنأتي بأمثلة عملية عن الحفظ وستجدون أن الحفظ هو أسهل شيء بالنسبة لكم الحفظ مرحلة أولى التدبر سيكون هناك سلسلة للتدبر كيف نتدبر ليس القضية أن نحفظ بل أن نتدبر هو الأهم أيها الأحبة لأن الله لم يقل أفلا يحفظون القرآن قال أفلا يتدبرون أخذك إلى المرحلة العليا مباشرة لأن التدبر هو مرحلة تأتي بعد الحفظ يعني كيف أنا أفهم الآية وأتدبرها وأتأملها إذا لم أكن أحفظها إذن أخذك إلى التدبر ليقول لك أحفظ أولا ثم ابدأ بالتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذن الحفظ التدبر المرحلة الثالثة والتي تختم بها العمل التطبيق العملي عندما يقول لك الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ينبغي أن تعتقد يقينا أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله كم سترتاح في هذه الدنيا كم تحمل الآن أنت وأنت تستمع إليا راجع نفسك كم تحمل من الهموم اليومية كم لديك مشاكل في دماغك تتعلق بعمل أو دراسة أو أسرة أو بيت أو شخص يؤذيك أو رزق أو نقص مادي أو وفاة إنسان عزيز أو صديق أو قريب أو كذا كم تجد من هذه الهموم كل هذه الهموم ستقضي عليها عندما تستيقن بهذه الآية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فهذا الكلام العظيم عندما تعتقد به ترتاح نفسيا تجد أن مشاكل الدنيا كلها ليس لها أي قيمة فيصبح همك هو لقاء الله بالفعل أيها الأحبة أثناء حفظي للقرآن قديما كنت غالبا ما أشعر بنفسي أن لدي هدف واحد هو متى سألقى الله هذا الإحساس لا يمكن أن يوصف إلا من ذاقه وعاش هذا الإحساس لا يمكن أن أصف لكم اللذة والمتعة والسعادة والطمأنينة والهدوء النفسي الذي ستعيشه إذا اعتقدت أنك ستلقى الله وهو راض عنك وأختم بهذه الآية الكريمة من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لقاءه وهو راض عننا إنه سمع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته